السلام عليكم أهلا وسهلا متابعين الأعزاء هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم أكدت وسائل إعلام عراقية سماع دوي انفجارات قوية قرب مطار أربل في إقليم كردستان العراق وقالت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات في محيط مطار أربل كبيرة ولم تعرف طبيعتها وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات في أربل فيما أطلقت الكنسولية الأمريكية سفرات الإنذار وأشار نشطاء في العراق إلى أن قصف صاروخي استهدف المنطقة الواقعة في مطار أربل والكنسولية الأمريكية فيما قالت مصادر أن سلاس صواريخ استهدفت القوات الأمريكية في مطار أربل شمال العراق وفي وقت سابق تم قتل سلاس عناصر من الشرطة الاتحادية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلام حفظكم الظهور عكم